طيب. نروح لبكرة. نروح لبكرة. بكرة اليوم المفتوح. يوم عاصف. اول يوم في اربع مباريات. اول مباراة طبعا. هي المباراة اللي كلنا ننتظرها بشغف شديد جدا. مباراة الارجنتين والمنتخب السعودي. المباراة دي احتبا عاملة ازاي. والله يا مباراة كي تصعبا طبعا. مش بحيك تقول انها مباراة صعبة على منتخب السعودي بشكل كبير جدا. منتخب الارجنتين والأوفر حظا. ولكن في شيء حكتين مهمين او محكين نقولهم. حاجة الاولانية هي طبعا ازاي المنتخب السعودي يتماسك في بداية المباراة قدام منتخب الارجنتين اللي الكلام النهاردة على ميسي وانه هو رجله فيها لسه جرح. مش موجود. ولكنه قال ان الموضوع كان اجراء احترازي. مهم اول ان انت مستقبلش الجون او البدري. ده شيء يعني قد يبدو بديه. ولكن انت مهم جدا ان وانس انت استقبلت الجون ممكن انت بقى زي ايران النهاردة. ولكن انهارت جدا بعد الجون الاولاني. هيرف رينار وقدراته مش بس القدرات الفنية في الملعب. قدراته النفسية وتعامله مع العيب بشكل قوي ده هيفرق كتير جدا. دي نفسيا الحاجة اللي محتاجة منتخب السعودية ما بعد مباراة الارجنتين. سواء اتعادل سواء خسر بصعوبة سواء خسر بسكور. سواء كسب وعمل مفاجأة حتى. في الاربع حالات مهم جدا تعامل هيرف رينار مع الفرقة ما بعد المباراة دي لان اغلق ثلاث فرقة في المجموعة داخلية مباراة الارجنتين والطبيعي انهم ما يتغلبوا. فقالتش منتظر ان لا بولندا ولا السعودية ولا المكسيك انهم حققوا انتصروا على الارجنتين. الطبيعي اللي الارجنتين تكسب. ولكن خسرتك خسرت اربعة خسرت خمسة خسرت واحد سفر فدية تسعين. كل حاجة ورده ومنطقية فقدام الارجنتين. بصدق فده بقى اللي انت بحاجة تتعامل مع نفسيا من شكل كويس. ان ان انت كان ان انت مش لارجنتين. طبعا السعودية مش محظوظة خالص انها تبدأ قدام لارجنتين. طبعا. تعتمد ان المطشين الفاضين دول هم دول المطشين اللي انت منهم اه اما تقدم اداء مشرف. اما تسعد بشكل مفاجئ. مهما كان ايه هو فانت مصيرك على السن المطشين دول. الارجنتين مهما كانت نتجتها فهي لو كانتها كويسة طبعا باذن الله تبقى بوى نصل اللي جاي. لو نتيجة سيئة فما تخلاش تأثر عليك في المطشين المهمين. دول ابرز او اعتقد ده اهم حاجة ممكن او لازم هارف رينار بنو يلعب عليها قبل ما يلعب الارجنتين. في الارجنتين تشكيلتها الحالية دي بالجهاز الفني مرشحة لكاس العالم فعلا. الاسماق ممكن تشوف انها حتى مع ان ديتها مش ان مش بنفس القوة. يعني لاتعلم بص كده حاجة حاجة. يلا. امنان ومارتنينز نفسه مش بنفس القوة مع اسلونفيل بتاعت السنة دي. طبعا. روميرو بتعرض اصابه كبيرة. وتامين دي اصلا بنسنه كبر بشكل بس عامل مش معبول مع ابن فيجي. طبعا. الباكين دايما العالم استفهام في الارجنتين. فمهما كان اللي بيلعب هو بيقدي دور المؤدي اكتر منه لعب بيقدم اضافة مختلفة. ليوناردو بريدس بيعاني كثير جدا مع مع يو في. لوسيلسو نفسه اصابه مش موجود فيلعب مكانه غالبا ماك أليستر لعب برايتون. لعب كوايس دي مرياة بيلعب ماتش وتصاب ماتش مع يوفينتوس. راكتورو مارتينيز كويس الى حد ما مع انتر ميلا. ولكن المجموعة دي في الملعب مع الارجنتين تحديدا في الفترة الاخيرة بتقدم بشكل مختلف. الضغوط اللي كانت موجودة كبيرة جدا عن الارجنتين ما قبل الفوس بالكوبا تحولت بشكل كبير الى نقطة قوة. بالنسبة اللاعبات اللاعباتي بتقدم كل ما عندها في الملعب. بيموجودوا نفسهم في من اجل المدرب من اجل البلد اللي هم بيلعب عشانها. ومن اجل كمان ليونيل ميسي. ودي حاجة اتكلم عنها اكتر من اللاعب ان هما طبعا كل الهدف والشغف واللعب من اجل البلد والقميص وكل الحاجات دي. ولكن مع طبعا اضافة انه هو بيلعب من اجل ليونيل ميسي اللي كلهم شايفينه قائد او شايفينه حد هما بيحبوه في المنتخب. متصرحات ليونيل ميسي النديد بطولة الاخيرة ليا في كائس العالم وكأنها رسالة للعبين يعني فرحوني قبل ما خلص كورا يعني. بالضبط الارجنتين لو قدرت انها تصعد اول مجموعة يمكن فرنسا او الدنمار اعتقد اي واحد يوم يكون منافس صعبة جدا. هولندا في ربع النهائي المتوقع طبعا. هولندا في ربع النهائي ثم البرازيل في نص النهائي كلها. وارب ما نفاش مبارات سهلة خالص على الاطلاق. فالفرقة دي اعتقد دوري المجموعة مهمة قوي انها تبدأ تاخد الرتم التصعودي. صح. شوفنا قبط كثير بيبدأوا البطولة بشكل سيء او انهما قبل البطولة لعبيتهم ما كانتش بتقدم نفس المستوى اللي احنا مستهدلين منهم ولكن الاخذ المضاب شكل التصعودي في البطولة اعتقد هيبقى مهمة قوي بالنسبة الارجنتين. تونس والدنمارك هي مباراة برضو مش سهلة على منتخب التونس. ولانا متصور انه على الورق المباراة الارجنتين والسعادية ممكن تبقى اصعب بكتير للسعادية الارجنتين بس اعتقد انه تونس بتواجه منافس صعب جدا في اوروبا دلوقتي المنتخب الدنمارك. جدا الدنمارك المنتخب قوي جدا. منتخب ملظم جدا. الفريق متعود على بعض وقاله فترة طويلة. معاه مدرب قوي جدا. نغير ده حتى تصراحاته في المؤتمر. بتعلن التحدي لكل اللي هو احنا اهو مش مرشحين هنكسبه. لكن لازم نحن نكسب حاجة من بطردي. لازم نخرج من بطردي كاسبين حاجة. نقدر نكسب اي منتخب اللي هو احنا في انها ممكن يتصدروا المجموعة على فرنسا. انا متصور ان هم هيقدروا يعملوا ده. مبارات تانية ما بينهم وبين فرنسا مع غيابات فرنسا الكبيرة جدا. بتقدر انت تشوف ده. منتخب التونسي انها حتى تانية بيعاني كتير جدا مؤخرا من حيث المستوى تراجع مستوى بشكل كبير. من حيث العناصر كمان بداية انه هو ما يبقاش حتى مع استراليا. المنتخب اللي هو ممكن يخب منه نقطة على الاقل يخرج قدام. الدنمارك ده ماتش صعب جدا بالنسباله. اعتقد ان المنتخب التونسي يعني صعب جدا ان هو يخرج بنتجاء اجابية بكرة. نتمنى طبعا. لكن صعب جدا ان يخرج بنتجاء اجابية بكرة. خالص. اعتقد. تونس فيه ملامح للتشكيل او اسماع معاينة ممكن نبدأ بيها للمباراة? معتقدش هو الاسماع العادية اللي ما فيش اختلاف كبير في الاسماع اللي احنا منتظرنا. اه. يمكن في كلام انه ممكن يعني معلوم ما اتدقش المباراة. اه. زي ما حصل في الوديا مؤكرا. ولكن من شكل عام او اجمالي. لقى التونس مش نعب بنعواصر كتير مش كتير للأسف في منتخب تونس. تونس من التواقع لها تروح لبعيد في دول المجموعات? معتقدش الاسف. معتقدش اه. اعتقدت تونس حدودها يمكن مع قطر يمكن اقل من من السعودية والمغرب في هذه البطولة. طيب قطر انا ممكنش تواقع ان هو يزال بهذا الشكل. مش مش كانوا يتغلب ولكن ظهوروا بشكل عالي كتير قوي من احنا كنا نستنيلين وفقها اتطفق معك في المعلومات دي. المغرب والسعودية. المفتاح دايما في البداية. السعودية انها زي تتعافى من الارجنتين. المغرب زي ما تدقى تاخد مقطة من كرواتيا. انا انا اعتقد ان مباراك كندا سوما بلجيكا ممكن يكونوا اصعب على المغرب من كرواتيا. الحاجة اللي ممكن تبقى في مصلحة المغرب. دايما المغرب عودتنا انها مكان المنافسة منزلعب كرة. صح. عادي ممكن نتغلب ولكن هنلعب مطش كويس. صح ما فيش حيث ما هدفع دفاع منطقة اوي يعني. مستدقوا نحرج نحرج ايا منتخب عادي. نقدر نلعب كويس قدام البرتغال. نقدر نلعب قدام اسبانيا قدام 18. مهما كانت النتيجة النهائية ولكن هم بقدر يلعب مبارا كويس. حتى قدام ايران مبارا يقول لك انا كويسين جدا. فلان احنا منتظرين لمنتخب المغرب ويدر لكراكي تجربة جديدة. اعتقد ان هو محتاج يبين نفسه اكتر العلان. المشاكل اللي كانت عنده قبل البطولة. دلوقتي بقت اهدى شوية. بقى عنده يعني اللاعب اللي ممكن تسنينه في اكرد. عشان الدفاع. رجوع حمد الله. رجوع زياش. يمكن نصر ما عبا يفضل مشكلة مع غياب كريم الاحوانية طبعا من رفايل قوي جدا. طبعا. ولكن المنتظر ان هو يقدم مستوى افضل. بولندا والمكسيك مباراة متكافأة. جدا. جدا. المختخبين بيعانوا مؤخرا جدا. بولندا مع طبعا وجود اليفندوفسكي الهدف اه اوروبا دلوقتي. ولكن اعتقد ان برضو منطقة بولندا مش في افضل مستويات. والمكسيك نفس الكلام بتعاني جدا. ولكن المكسيك عودتنا في كسر عالم دايما انها في دور المجموعات بتتحول بشكل كبير. هما بيقدروا يقدموا افضل مستوى ممكن في المجموعات. بتحيب يخرجوا من 16 يعني بسما بيقدموا افضل مستوى. انت مكنش مستنيه في المجموعات عشان يصعدوا. وبعد كده بيخرجوا اخر ستة كوسة عالم خارجوا من دروسة. انا بحب المكسيك عشان جمايرهم بصراحة. جدا. عندهم شغف مش طبيعي وحب للكرة مش طبيعي. جدا جدا. انا بالنسبة لقوتشوة يعني. اه. اه. انا بالاخر كسين عالم هو بيظهر بشكل قوي جدا. صح. المكسيك حتى اه. انا رضي هتقول لي بالنسبة لك تشتشاريتو. طبعا. طبعا. بس ده قبل كده. انا مش هتحنل تشتشاريتو. اه. انا بحبه جدا جدا. طبعا مهاجم عظيم يا. طبعا. فالمكسيك تقدر تعودك انها تقدم دور منك واحد ممتاز جدا. نوصل نصعد بشكل مفاجئ. اه. نكسب المانيا في عشرية 18 عادي جدا. بس نوصل دروس 16. بعد كده لا خلاص. هو اخر ستة كوسة عالم بالنسبة لهم. خرجوا من دروس 16. عظيم. يعني بحراتكم مرة اخرى. يعني كده بلوقتي على فرنسا واستراليا. وان كان يعني في الفصل احنا خلصنا كلاما عن فرنسا واستراليا. بس نكرر الكلام تاني يعني فيش معنا. فرنسا واستراليا. فرنسا غيابات بالجملة. وغيابات اللي هي ايه. اللي توجع. اه. كانتي وبوكبا وبنزيمة ونكونكو. وفي اسمائك مش فاكل حتى مين عم. بس هو برضو هي بتجيب الاسمائك دي تحس ان في اسمائك تانية موجودة يعني عادي. بس هو الموضوع بتاع فرنسا ممكن تعود احد يعني. ممكن حتى بكل عظم الكريم بنزيمة لنا زعلان جدا. ومش يكون موجود في المطورة زي دي. ولكن في فرنسا غيابات بيشيرو. مسجلش ولا جوان في سبع مطشاط. ولكن هناك اسمت المطورة. موجود بابيو جود جريزمان. تقدر تتكلم عن غياب كيم بيمبيو. ولكن في اكتر من المدافع موجود. لكن اعتقد ان غياب كانتي وبوكبا هو اكتر غياب مؤثر لمنتخب فرنسا. الكريم بنزيمة هو مواجم عظيم جدا. وحكايته حكاية جميلة في النهاية. كان متمنى انها تكمل في كاس العالم. ولكن كانتي وبوكبا اعتقد ان غيابهم اكتر تأثيرا على منتخب فرنسا. السنائية اللي كان دايما كان على دي شام. كانتي في تكسيره الهجمات الخصمة جدا. بول بوكبا والكرة الطويلة اللي بتلعب لكلين بابيو اللي بيجري في ظهر الدفاعات. دي اعتقد انها مش يكون موجودة البوكبا دي. غياب كانتي تشواميني بدأ كويس مع علامة دي. ولكنه مؤخرا برضو بعاني متراجع في المستوى. كما فينجا برضو مش نفس الحب دي اعتمد عليه. رابيو يمكن هو الثالث اللي كان بلعب مع كانتي وبوكبا في نص الملعب. ولكنه مدرش ياخد الدور بتاع ابو البوكبا. يوسف فانا هنشوفه خلال البطولة. حتى نبيل فقر كنا بنتكلم عنه قبل الهوى ان هو اللي كان ممكن يدي حل هجومي. مش موجود. ده يمكن يخليني اروح شوية لانه ممكن يلعب بتلاتة في القلب. عشان يدي اريحات اكبر لثيو هرنانز على الشمال. كينجز كوما ممكن حتى يلعب كينج باك يمين يبقى هو عنده حلول مختلفة. بدل ما يجي الحل من نص الملعب اللي مش موجود. يبقى نص الملعب ممكن يكون اتنين اقوى في انها حدفعها شوية. ويدي الحرية للثلاثي الامامي امبابي وجيرو. يلعب جريزمان او دنبالي مع كومن وثيو هرنانز. ده اللي ممكن نشوفه موجود. حاجة كمان نهاردة امبارح كوناتي كان بيتكلم فقال انهو ما يسمعش عن اي لعب عن منتخب استراليا. فسياد رد نهاردة مدارب استراليا في المؤتمر الصحفي. واعتقد ان ده حاجة تديهم دفع اكبر وحامس اكبر. انهما يقدموا مباراة قوية اصاد اصاد منتخب فرنسا. فرنسا عنده لعنة الغيابات الكتير. عنده لعنة البطل مؤخرا. اللي هو نفسه بدأها في 2002. فاعتقد انها مباراة مش هتكون سهلة. فرنسا تكسب في النهاية اه. لكنها مباراة مش هتكون سهلة. مش هتبقى سهلة على فرنسا. بالضبط. فرنسا تروح لحد فيين في البطولة دي. توصل الفاينل وتكسب? ما اعتقدش. انا مش طاقة كده خالص. يعني مع الغيابات مع شكل كمان دي دي شام بمؤخرا. الموضوع يتحسم اكتر في الصدارة. خسارة الصدارة معناها مواجهة قدام للارجنتين. في دور الستاشرة مش هتكون سهلة خالص. بعد كده نفس السكر بالارجنتين اللي كان معنا الصعب هتبقى سكتهم. لكن الناحية التانية ضائمة كن يبقى اهوان شوية. تلاعب تاني للارجنتين اللي هو مكسيك بولندا سعودية. في النهاية ما ادور عليه. دور الثمانية قدام اعتقد اسبانيا. لو انا فكرة صحة طبعا من دور الثمانية ما فيش مارش سهل خلاص. صح. الموضوع انتهى. بس على انت تبقى موجود في دور الثمانية فخلاص الاجواء هتبقى اهدى. المناسب قبل ما نخش على الهوى سهلتك على مثلا مين مفاجئة البطولة. اه مين مفاجئة دمارك. دمارك وصربية طبعا كان مع تصربية عن الحلقة اللي فاتت. والناس تتحدث عن انه فرنسا طبعا مرشحة فوق العادة. البرازيل مرشحة فوق العادة. الارجنتين مرشحة. البرتوال مكتبة مرشحة. حتى احيانة الناس تشيل الالمانيا من بعيد كده. بس محاش بيه بسيت اسبانيا. اه. دي حقيقة. دي حقيقة. دي حقيقة. دي حقيقة. وانا حاس ان اسبانيا هتتعمل مفاجئة المفاجئة. بصوا ان دونيكي مدارك انا مهما تختلف على اختياراته وعلى ها بيعملوا في الاختيارات ولكنه قادر يخرج من اللاعبته افضل ما عندها. بيخرج يشوفنا في اليورو حتى. مش حد مستني خالص. بالذات في البداية مع الباية اول مطش كمان كانت قليلة شوية. بس كنت مستني خاص اسبانيا يعني دروس 16 وخل كامل بشكل كويس جدا. منتخب اسبانيا او الجيل ده اكتر ما يعيبه ان هو معنوش حد يخلص الفرص. دي مشكلة كبيرة جدا في منتخب اسبانيا حتى لو هم بيقدموا اداء سابت دفاعيا. نصر ملعب بوسكتس وجافي وبدري تختلف على بوسكتس. ولكن جافي وبدري سنائي قوي جدا. تقدر توصل بالهجمة عنده اجناحة كويسة. ولكن لحظة ما بيوصل الكرة لمرمى الخصم دي مشكلة كبيرة جدا. عشان جيلة حتى كان فيه انتقالات كتيرة ان هو ما خدش واخد ردي جوم م هو بيقدم مستقل قبول جدا مع اليد زيوناتي حتى لو مش بشكل اساسي. ولكن هتحاجه في مطش بالمطشاط. فران توريس ده دي لقلمه. وحتى الفرور المرطة التلاتة اللي بيلعبه. ما بيقدرش يقدموا للجون او يقدموا عدد اهداف كبير في تخصي فرص. ان سوفاتي نفس الكلام برضو. صح عندك حق اسبانيا بس عندها لعيبة حلوة برضو. ممكن في ربع النهائي. ربع النهائي في النهائي مع الجيل ده. تمام. يعني مع المتقالات كتيرة على انريكي او على الاختيار انا عندي احساسي ان اسبانيا اتراه اكثر من ربع النهائي. والله كل شيء وارد. يعني كل شيء وارد.